في إطار الزيارة الأخوية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث يزور سموه فيها حلبة الكورنيش بجدة التي تستضيف النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى للفورملا ون فقد حضر سموه حفظه الله مادبة الغداء التي أقامها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لفخامة الرئيس إمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة